تتعاني تساقط الشعر او من الفراغات الامامية الشعر ديالك مكيطوال شعر ديالك عكزان او الضغبة ديالك يعني ما تتزيد قاعد الطوال نهائيا الشعر ديالك محروق اليوم غادي نعطيك الوصفة اللي غادي تعود تنبط لك الضغبة من اللو جديد حتى لو كان عندك مشكل ديال الصلاة هاد الوصفة من اقوى الوصفات اللي قتعطي نتائج يعني خيالية في تطويل الشعر في مدى دير الشعر الشعر ديالك غادي طوال بواحد السرعة كتولي في واحد الكتافة خلصي من التساقط ومن الفراغات هاد الوصفة ديريها الكنتية ديريها البنيات ديريها الجداتك ديريها المامك اي وحدة معك في الدار تدير هاد الوصفة ويديروها حتى الرجال رغم اقوى الوصفات اللي تتطول الضغبة وكتطول الشعر وكتبط الكتافة الوصفة ديال حلبك تزيدون هاد الوصفة ديريها بعينك مغمضين اغدير لي الخبار في الخليقات قولي لي ايا كيف اجازك من بعدنا هتدوز واحد المدة ديال الشعر رجعي قولي لي ايا النتيجة في التعليقات انا متأكدة هتشكريني عليها هاد الوصفة ديالنا عندنا اول مكون اللي هو الحلبة البودور ديال الحلبة المعروفة الحلبة وغنية عن التعريف ما شاء الله الحلبة غنية بزاف ديال الفوائد عندنا كذلك اليازير او الروسماري او الا اكليل الجبل هاد نديرو من نحته هو المعيلقة كبيرة تكون عامرة عندي هذا الحرمل هذا الحرمل اره معروف الحرمل كيتباع عند العطار بالنسبة للحرمل ونديرو منه واحد الملعة كبيرة ديال الحرمل هنا نحنا مكترين المكونات غنديرو معلقة كبيرة هكا ديال الحرمل بالنسبة للحرمل مفيد بزاف للشعر كيطول الشعر والناس الاقدام يعني الناس الكبار يعني النيساء خصوصا كانوا كيستعملوا بزاف الحرمل يعني شحال هادي الحرمل راهزوين كيقوي الشعر كيطول الشعر ويعني تعطيك تافى للشعر عندنا كذلك القرنفل كنا اخدوه منه هو واحد الكمية هكذا القرنفل عندي هنا يا حب برشاد او لابودور تافى بالنسبة للحب برشاد احتا هو راكم عارفين الفوائد دياله بالنسبة للشعر كيقوي الشعر ما شاء الله وكيطول الشعر هاد الوصفة هاد الوصفة هي الوصفة المعتمدة عندي وهي الوصفة اللي صراحة ماشي غير انا اللي كنديرها كيدير واحد الناس اللي من العائلة ديالي كيديروا هاد الوصفة راهزوينة وتيتبعوها تالبنيات راه ما شاء الله كيفاش كتخلي الشعر كديريها وكديرك واحد المدة طويلة وكل ما طالت هاد الوصفة وقدامت كل ما زاد المفعول ديالها ولا زوين ففا فكرنا اخذوها المكونات كنديرهم في احد المقايلة كنصهدهم هكا كيف ما كتشوفوا معايا يعني غير كيتساهدون ما كنخلي مش تحرقوا اولا كنجهدوا عليهم العافية كننقصوا النار غير كتسخون ديك المقلة كنديهم ونجيبهم هكا واحد دقيقة ولا جوج دقيق صافي وكيكونوا اسخنوا غير باش من اللي كنتحنوهم كيتطحنو لنا بواحد سهولة صافي دابا غادي نطفع لهم النار وغندوزو باش غادي نطحنوا هاد المكونات هنا من بعد ما هاد المكونات را كيف ما كتشوفوا معايا سخنتهم دابا غادي نطحنوهم وهم مسخانين هكا باش كيتطحنوا وتيتطلقوا لنا حتى تلك الزيوت ديالهم انا غا نطحنوهم حتى يوليو على شكل بودرة ومن بعد غا ندوزو باش نكملو ان شاء الله الوصفة بنيسبة لهاد الوصفة هادي ممكن تديروها كيف ما نقول لكم الليبنيات ديروها نتومة هادي كتدير بحال تشقيقة او لتشقيقة يعني كتشقوا بيها الجلدة ديال راسكم كتشقوا بيها شعار ديالكم ارازوينة كتعطيني نتيجة زوينة في تطويل الشعر كتشقوا بيها شعاركم وانا غا نقول لكم ان شاء الله في اخر الفيديو كيفاش غادي تستعملوا هاد الوصفة مهم اه كانت طحنوا اول حاجة كانت طحنوا هاد المكوناس مزيان كل ما طحنهم مزيان كل ما كان احسن من بعد ما غادي نطحنهم مزيان عنوريكم هنا كيفاش غادي يولي هاد البودرة قول شي كي تطحن غير ضروري من ان كيف تصحضو هاد المقلع ضروري اي لا ما صحرتهم شرع ما غايبوش يتطحنوا ليكم زيان صافي دا بغا نزول طريقة لتحضير ديال الوصفة من بعد ما وجدنا هاد المكونات نحتاج من طبيعات الحال الزيت الزيتون وهنا را ممكن تديرو زيت الطبخ هو زيت الزيتون أحسن ولكن إلا ما عندكمش ديرو زيت الطبخ مشي مشكل أنا غنستعمل هنا يا زيت الزيتون هدو هم المكونات كيف ما كتشوفوا معيارة طحنوا مزيان وبالما تغربلوهم مش مشكل يعني صافي تطحنوهم مزيان صافي غتخليوا مكدك دبرا صافي غناخدوا واحد القرعة لنكونوا غازلينها مزيان وغاد نديرو فيها وقل نشوفوها وتنديرو فيها المكونات يستحسن تكون شي قرعة تكون كبيرة أنا غندي غير هادي صافي غندير فيها المكونات كاملين يعني الكمية كلها غندير هنا صافي غنزيد عليها زيت الزيتون صافي غناخدوا هاد المكونات أريد ممكن يعني تديرو عليهم زيت الزيتون ومن لغة تالي تبدو تستعملوا الوصفة مش مشكل لان هاد المكونات صهدناهم وطحناهم أكي تلقوا ضغيات ويتطلقوا دوك اللا فوائد ديالهم غير ذيك المكونات تحركوه مزيان وممكن تبدو تستعملوه ومشي مشكل ولكن كل ما بقى بقد الزيت يعني كل ما قدام كل ما يولي المفعول دياله أحسن من الأول صافي هادي هي الوصفة من يتبغوا تستعملوها اتخذو شوية تديرو فوحد زليفة وغادي تشقو بيشعركم إلا بغيتو تاخذو غير الزيت راه هادك الشي غير كدل تحت يعني غير تحت وديك البودرة اللي درنا غا تهبط لتحت اتخذو غير الزيت بغيتو تاخذو الزيت مع ذاك الشي كامل راه غاديت غديرو فوحد الزليفة كيف ما كتشوفو هنا راه خليتو واحد شوية هو بولع غير الزيت الفوق مهم اللي بغيتو انتو ما بغيتو غير الزيت غا تهزو غير الزيت بغيتو هاديك يعني كل شي تديرو به هاديك الشقيقة لكم لشعركم راه تهزو من التحت وكتبقوا بيها الجلدة ديال راسكم وكتخليوها واحد المدة واحد ثلاثة السوية تخلي شعركم وكتدهنو بيه شعركم يعني كتشقو بيه وكتدهنو بيه من نفس الوقت لانو كيعال الشعر اللي كيكون مضطرن صافي كتخلي وممكن تخلي وتنص نهار مشي مشكل من البحث صافي كتوصلو الشعر ديالكم كتديرو هاد الوصفة مره سلجج مره في السيمانة راه زوينا انتو من البنات كما كتشوفو معينا راه تزيد هذا الزيد بكل شي ليه صافي وكت اه انا بغيتو غير وريكم هنا يا صافي وكتتشقو بيه البنياتكم الشعركم انتو ما راه زوينا تديروها وتمشيو الحمام او لتديروها غير في الدار ذا وصفات يدىو زويلة بزيف واللي كتقطوي وقطوي الشعر سورت لكم احد الوصفة giorno لنزل عليكم ان شاء الله غضاء على القناة غضاء انشاء الله غنزلها عليكم وصفة ديالى ترطيب الشعر هو زيت ولكن كيرطب الشعر ولكن 한� Dang لايب ancestry ان شاء الله غضاء غنزليكم هذه الفيديو غير تertingو ان شاء الله غنزله و هذه الوصفة انتبه نشاء الله في هذه الفيديو كنا الاعجاب دلكم اتلقوا اكيد مع وصفة جديدة ومع فيديو جديد اف امان الله